اشتركوا في القناة من ناحية السياسة الناجدية ولكن من ناحية الفنية نلاحظ استقرار تدولات مؤشر الدولار اسفل المتحرك 100 على الاطار الزامن 4 ساعات وما يدعم النظرة السلبية على المدى المتوسط والطويل ولا تزال مستويات الدعم المقبلة على الاطار الزامن الاسبوع تستكرر عند المستويات 88.30 ولذلك اي ارتفاع بنسبة لمؤشر الدولار سيتم استغلاله للبيع طالما استقرار التدولات اسفل مستويات 91.20 وهناك انباء تشير الى لأن الأدار الأمريكية تبحث في صرف الشركات للمواطنين الأمريكيين بحوالي 2000 دولار مقابل الحديث سابقا عن 600 دولار وذلك لمواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا وإحتمالات إعادة فرض قيود الإغلاق بعد ظهور السلالة الجديدة من الفيروس كورونا والرغم من أنها لا تعد نوع جديد من الفيروسات وأنها لا تشكل خطورة قوية ولكن احتمالات العودة إلى الإغلاق مرة أخرى قد تؤدي إلى حالة من العزوف على المخاطرة بالنسبة للأسواق بشكل عام ولكن لا نخفل أننا نقبل على أيام عطلة وإغلاق البنوك في آخر شهر من العام بسبب عطلة عيد الميلاد ولذلك من المتوقع أن تشهد الأسواق استقرار وهدوء نسبة تام يتخلى له بعض التقلبات العنيفة ولا حركات المفاجأة ولذلك يرجى مراقبة الأسواق في تلك الفترة وعدم الدخول بتمركزات ذات مخاطرة عالية أما بالنسبة للتدولات اليورو دولار من المتوقع أن يختبر الزوج مستويات الواحد فاصل واحد وعشرين تلاتين ومن المتوقع أن يتم استهداف مستويات الواحد فاصل اتنين وعشرين مرة أخرى في حال الارتداد الواضح وظهور دعم الشرائي عند تلك المستويات وتتحول نظرة السلبية فقط في حال الكسر الواضح إلى المستويات الواحد فاصل عشرين سبعين أما بالنسبة للتدولات اليورو دولار ومن المتوقع أن نشهد أيضا التقلبات عنيفة ووسط تضارب الأنباء حول ملف البريكسيت وبعد التصريحات التي تشير إلى أنه لا يوجد أمل للتواصل الاتفاق ومن ناحية أخرى هناك بعض التصريحات التي تشير إلى احتمالات التواصل إلى التفاق قبل نهاية المهلة المحددة بنهاية العام الجاري ولذلك من المتوقع أن نشهد تقلبات مفاجئة ولكن بشكل عام وفي حال استقرار التدولات من المتوقع أن نشهد تصحيح إلى المستويات الواحد فاصل واحد وثلاثين ومنها إلى المستويات الواحد فاصل ستة وثلاثين على لطار الزمني اليومي بالنسبة لتدولات الدولار ينم المتوقع أن نعيد اختبار مستويات المية واربعة والتي تمثل مستويات مقاومة همة وقوية وعلى أن يعود الزوج للتراجع ما الأخرى لاستهداف الثلاثين في المستويات المية واثين ويفضل استقلال أية ارتفاعات للزوج للبيع ما لم يتم الكسر والاستقرار أعلى لمستويات المية واربعة فاصل ستين وبالنسبة وأخيرا للمعدن الأصفر من المتوقع أن يتم استهداف المستوietة 1850 دولار الأنصى ضمن حركة تصحية ولكن النظرة الشرائية على المدى الطويل لا تزال قائمة ولذلك أنصح متدولي المدى الطويل ببناء تمركزات شرائية باستهداف المستوietة 1900 والمستوietة 2000 دولار الأنصى كرابة المستوietة 1850 وبناء تمركزات شرائية أيضا كرابة المستوietة 1823 وأخيرا المستوietة 1767 ولذلك تعد الحركات الهابطة للذهب هي حركات تصحية وليس بداية موجة الهبوط كانت هذه نظرة سريعة الأسوات ونأتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته